موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ميتم حمد المنصوري عمري 11 سنة طالبة في الصف السادس الابتدائي واليوم نحن مستهضيفين مكتبة زايد الإنسانية وأنا عزوة في مبادرة إعلامي المتقبل واليوم أنا بتكلم عن أساسيات الكتابة وأهمية القراءة وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبدالله خالد الشهيم أعضو في مبادرة إعلامي المتقبل وحاصل على العديد من الجوائز ومشارك في جائزة تعون واليوم بنقدم لكم جلسة بعنوان كيف أصبحوا كاتب مع أعضاء المبادرة شامة ومريم وحمد ورغد وديمة وميثة والريون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صديقتكم ودي مسعيد العرياني اليوم سأعرفكم عن نفسي أنا من الصف الخامس الابتدائي عمري عشر سنوات هوايتي هي كتابة القصص وقراءة القصص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حمد سعد الحبابي في الصف الرابع من المدرسة الوطنية الأمريكية حاصل على عدة جوائز على مستوى الدولة والوطن العربي حوايتي هي ركوب الخل والقراءة والسباحة والكاراتي وكورة قدم مشاركتي لهذه المبادرة جدا جميلة السلام عليكم أنا اسمي رغد علي خلف بني خالب وأنا عضو في مبادرة الإعلامي المستقبل وأنا أحب الكتابة القصص والقراءة القصص وأنا أحبها كثيرا وأنا كتبت أربع قصص وهي عن شهر رمضان وعن أكل الصحي وعن التنمر وعن لا تشلونهم شكرا